نتكلم عن مشاركتك في وبيننا معاد والأصلي ونعرف كواليس المسلسلات دي لكن خلينا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل مع سعد سمير نجم الدوم لـ2022 مفيش ولا ربع جنيه؟ أوكي شكل الغنوة مع جب الكوش أحكي لكم حكاية؟ أحكي لكم حكاية كان يا مكان حكاية في كل زمان ومكان بطلتها من الأميرات وبطالها من الشجعان لفوا بلاد العالم كله صحرة وغابة والله ما خلوا ما عجب الكوش ما هي إذنت برضو شوية طب فزورة؟ فزورة لو عرفتوها هديكوا ربع جنيه لا هديكوا خمسة وسبعين يرش لا جنيه هديكوا أي حاجة المشهد كان رائع جداً من الحقيقة المشهد ده هي فكرة أنه عندنا نجوم شابة كتيرة الحقيقة وبلدنا دايماً مليانة بالنجوم في كل القطاعات لكن هي مسألت أنه إعطاء الفرص وده شيء مهم جداً جداً وأعتقد داي ساعة دا حصل معاك من خلال الدوم وده نوقتة مهمة النهاردة وانت في المعهد وترجع بقى الزميلك بعد ما بقيت نجم دلوقت لا أنا كمان الموقف عمل إزاي؟ لا لا طبعاً كلهم في المعهد نجوم يعني خلينا أقول دلوقتي شغال مسلسل تياترو برعاية دكتور أشفزكي 22 موهبة جبارة من المعهد فنو المصرحية ومثلين حلوين قوي عايز الناس تتفرج على المسلسل أكتر ما بتتفرج بس كلهم شطرين قوي لو تفرجت إنت هتنبهر الشاب طاقة حلوة ومنهم بكر اللي كان معاه في النهائي بكر دا هو مصر شطر قوي نجم فبغد نظر عن كلهم يعني بس أنا بتكلم عن اللي كانت تعاملي معاه قبل في البرنامج يعني يعني أحب أشكر الدكتور أشرف على على رعايته لينا في الموضوع دا راجل ما بتأخرش علينا في هي حاجة مش علينا بس أي حد بعد بالشارع لينا الدكتور أشرف هي الصغار قبل الكبير بيخلص الموضوع عظيم